في هذا الفيديو سأقدم لكم طريقة استخدام وترتيب استيكرات الحناء صعبة الاستخدام. هذا النوع من النقشات يتطلب استخدام اللاصق ناقل محدد وغير أي نوع آخر من اللاصقات التي قد تستخدمونها. يتم وضع اللاصق الناقل فوق استيكرات الحناء بالشكل المعروض في الفيديو، ثم نقوم بتقسيم كل نقشة على حده وفقاً للإرشادات الموضحة. تابعي الفيديو حتى النهاية لمزيد من التفاصيل. نقوم بإزالة الاستكرات عن الورق ببطء وحذر مع الانتباه إلى عدم إزالة اللاصق الشفاف. وفي حالة وجود أي نوع من اللاصق ثابت على الورق، يتم إزالته بهذه الطريقة. بعد اختيار المكان المناسب للنقشة، يتم إزالة اللاصق الشفاف. يعتبر اللاصق الشفاف مفيداً لأنه يثبت النقشة بشكل صحيح دون أي أعوجاج أو تشويهات. يعاني الكثير من الفتيات من صعوبة استخدام استكرات الحناء بشكل صحيح، والخطأ يكمن في استخدامها بطريقة غير صحيحة منذ البداية، وتشديدها بقوة مما يؤدي إلى التصاقها ببعضها وصعوبة فكها. استكرات الحناء تحتاج إلى خبرة وممارسة لتتقن استخدامها. نقوم بتثبيتها بشكل جيد. إذا رأيت أي تجاعد في اللاصق، قوم بالضغط عليها بإصبعك حتى يلتصق بشكل صحيح. وإذا لم يتم الالتصاق، عليك وضع الحناء فيه بشكل خفيف لتجنب انسكاب الحناء تحت التفاصيل وتغطيتها. ترجمة نانسي قنقر عندما نواجه صعوبة في تثبيت الاستكرات على أجسام دهنية، فإنه من المستحسن استخدام غراء خاص لتحقيق التثبيت القوي. يتم وضع الغراء على الاستكرات ومن ثم لصقها بعناية على الجسم المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الغراء لإعادة تثبيت الاستكرات بعد استخدامها عدة مرات. يرجى مشاهدة الفيديو حتى النهاية للحصول على مزيد من التفاصيل والإرشادات اللازمة. ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والآن، أبدأ باستخدام الحناء السريع المفضل لدي. يفضل أن تقوم بسكبه من القمع في علبة أو ورقة. يمكنك استخدام فرش تضليل لتطبيق الحناء على الجسم وتوزيعه بشكل متساون. نغطي الفراغات بشكل خفيف حتى لا يدخل الحناء داخل النقشات ويطمسها. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يساعد الزيت في تثبيت اللون ومنع انتشاره في المناطق الأخرى. كما يسهل إزالة اللواصق بدون تمزيقها للأشخاص الذين يرغبون في إعادة استخدامها مرة أخرى. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر